هي ساحة حرب فعلية يخوضها المزارعون في قرية حارس خلال موسم قطف الزيتون اعتداءات يومية يتعرضون لها من الاحتلال ومستوطني في أراضي المنطقة الغربية حيث بات الخطر يحيط بهم من كل جانب موجوديني هنا لتثبيت الناس الأصحاب الأرض مصرين على التواجد في أرضهم وإصرار أصحاب الأرض بشجع الناس أنهم يجوا يساعدوهم ويستمروا معهم أرض كما كانت بور قبل 10-12 سنة جئنا هون صاحبها زراعها وعملها وثبتها بشكل كبير وشكلت إشكالية لهذه المستوطنة فبالتالي من الضرورة تواجد الناسهم بشكل دائم لدعم المزارعين في هذه المنطقة إغلاق المنطقة بقرار عسكري وإخراج المزارعين منها واستباحتها للمستوطنين ومنوع أصحابها من قطف ثمار زيتونهم معانات أصبحت واقعا ترافق وجودهم في أراضيهم خلال موسم قطف الزيتون يعني اليوم وجودنا تأكيد لحق الفلسطيني على هذه الأرض اليوم منع المزارع من الوصول لأرضه جئنا كحملة فزعة وليجان شعبية وحركة فتح وهيئة مقامة الجدار والاستطان للتأكيد على أن هذه الأرض فلسطينية وستطبقها فلسطينية وتمكين المزارعين من الوصول اليوم المزارع الفلسطيني يتعرض لقهر حقيقي هذا القهر لا يمكن وقفه إلا بمساندة حقيقية من كل أطياف الشعب الفلسطيني يعني اليوم هذه المشاركة من أبناء الحركي وهيئة مقامة الجدار وحملة فزعة في هذه المناطق لاستكمال نضالنا الفلسطيني في دعم المزارع الفلسطيني والفلاح الفلسطيني في هذه المناطق القريب جدا من المستوطنات ومن الجدار دعما للمزارع الفلسطيني حكومة الاحتلال وقطعان المستوطنين يعني بمارسوا أبشع المجازر ضد أبناء شعبنا وضد مكونات شعبنا منها المزارع الفلسطيني والفلاح الفلسطيني رغم شدة هجمات المستوطنين على المزارعين ومن جاء لمساندتهم يبقى هذا الموسم شاهدا على قوة وإرادة أبناء شعبنا في مواجهة أي اعتداء يطال حقهم في أراضيهم وتستمر حملات الدعم والمؤاذرة للمزارعين في أراضيهم هم بأمس الحاجة لها خاصة مع تزايد اعتداءات المستوطنين عليهم ومنعهم من الوصول إلى حقولهم من قرية حارس محمد اشتيه تلفزيون فلسطين